أسهد الله أقاتكم إخواني أخواتي بكل خير معكم ليندا واليوم الفيديو المنتظر اللي هو ليماش بلاتين رح نعطيكم كل الأسرار وإن شاء الله كي نجيب المواد اللازمة باش نخدموا مع بعضنا ليماش بلاتين تطبيقي رح نجيب إن شاء الله نقصني غير شامبو السيلفر لأنه ما عنديش لكن أنا رح نعطيكم الدرس وصدقوني إذا تبعتوا الخطوات حتى إذا كان شعرك راهو أصفر بنين حيرجع بلاتين أولا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم حنعرفكم على درجات اللون شوفوا يا البنات في تفتيح الشعر كين درجات كين درجات ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة أخضر درجة هي عشرة اللي هي البلاتين يعني يلؤلؤي وبلاتين بيج فاتح يعني هذ ميخرجوا صح صح للألوان وهنا شوفوا ها وعندي شوفوا هنا الشعرة أعني مقسمتها باش تقولوا تفهموا الطريقة شوفوا هنا وش كاين بسم الله شوفوا هنا اللون كيفاش مدير أبيض خلاص وهنا أصفر شوية رح نفهمكم كيفاش ترجعوا لماش هذ مكامل بيض مع أنه حتى هذي ري درجة تسعة رهي ملاحة تخرجني ماش بلاتين لكن أنا نحكي كيفاش توصلوا لهذه الدرجة أولا نبدو على بركة الله فيما يخص تفتيح الشعر رح نحتاجوا إلى بلوندور يكون رقمه تسعة وأنا ننصح طبعا كان عندكم الفيديو تعال كوسميتيك راهو فيه يعني البلوندور تعالية رونجية هذاك الأزرق كان فيه الاسم هذك تحلوا يعني يطلعوا به لماش بلاتين رائع جدا وبالخف يطلع الشعر هذي أول حاجة أولا نحتاج إلى كاروندور لالناس يشعرها عنيد ومالفة تخدم شعرها بلماش لأنه كل الحفافة في تزاير يخدموا لماش بلاتين بالكاروندور خاصة لشعر العنيد أما إذا كنت مالفة تصبي شعرك فهنا تقدري تخدمي لكولور تاعك تعلب بلاتين بالثلاثون إذا عندك الأولابليكس كنتي في فرنسا ولا حاجة حبيتي ديري لماش اشري الأولابليكس لدوز اللولة هذيك وأخدمي بالكاروندور نورمال جدا طبعا هي الأربعين فوليوم لازم ليك يعني الأولابليكس وإلا الشعرها تتحرق بعد سمانة ولا قده هذا أول سر من الأسرار ثاني حاجة وش هي يكون الشعر طبيعي كل ما كان شعرك طبيعي كل ما خرجوك لماش يهبلو ويا إما تديري تفتيح إلى خمس درجات وش معنى يا إما تخدمي إلى شعر طول طبيعي البلاتين تاعك يطلع هايل مكتقينش يعني يخربه في شعرك وأو مرة تعمليه تزيتيه سمانة كاملة لازم ومهم جدا تزيتي شعرك سمانة كاملة ثم بعد ذلك بإذن الله تخلطي البلوندور تاعك اللي هو كيلة بلوندور مع كيلة تيري شوية تاع أكسيدون لازم تكون الخلطة تاعك خاثرة ما تجيش جارية كما لماش الصفر أنا نخدمهم زي هكو كل واحدة حرة كل إنسان يخدم مش يحبه أنا نحكي على طريقتي وبإذن الله روجيكم التنفيذ بعد ما نخرجه اللي ما اشتعنا من البوني إما شارجي وما ننصحش بالشارجي بزيف يعني أنا ننصح به يعني النورمال ما يكون شارجي ما يخفيف بزيف إذا كالشعرك تحمل خرجيهم شارجي كله أبليكي الميلونج تاعك اللي هو بلوندور وأوكسيدون وزيدي فيه طبعا إذا أمكن نقطة مصحح أزرق تلقي رقمها ثمانية وثلاثون في لوريات وفي المركة العالمية كولوراي تشريها بالاسم ومن أي مركة تشريها بالاسم إذن بعد ما خلطنا الخلطة داعنا وجهزنا الشعر وج بدناها ملبوني نحطوه ونستنوه 45 دقيقة هنا وش نديرو يا البنات هنا بالضبط لازم عليك أول حاجة بش يطلع الكريماش توجدي السشوار تاعك وأصاشية ديري ساشية أول حاجة على الشعر تاعك وتخليه حتى تفوت 45 دقيقة تروح تطلي عليه تطلع لي تحكمي تجبدي الشعر تاعك رح نوريكم هنا واحد الحيلة هذه الحيلة وشي هي هي إنك تشوفي شعرتك في الزت ولا لا شوف شوفوا هنا البلاتين نقولها هكا وهي طبعا فيها البلوندور نقولها هكا نشوفها أسكت حملت ولا لا لأنه كان شعر ما يتحملش البلاتين ما تروحيش أنت ترجو بري شعرك اللي هو عانيت طلعيه بلاتين هناتو اللي تلعبي غير في العسلي وفي الدوري شوفوا تقولي هكا هاو فوق البوني تاعك تحكمي تقولي له هكا سايبون لقيته ما زال يتحمل وش تديري تخليه شوية وتزيديله خلطة أخرى من نفس الفكرة يعني بلوندورو أكسيدون تزيداها لأنه تلقيه نشف وخليه تبقى لك مثلا عشر دقايق خمسناش دقايقة لأنه مش وعانيد وطبعا يتحمل تروح يجي بي السشوار تسخنيه شوية سايبون تلقيه طلع كي يطلع يا البنات وش هيعطيك هيعطيك أصفر باهت أيوا يعني كيعطينا أصفر باهت وش يسرع هنا يا البنات دور السيلفر اللي هو شامبو السيلفر هذا هو السر يعني مستحيل تقدري تطلعي البلاتين بلا ما توقتلي واش الانعكاس الأصفر اللي هو هذا فهمتيني شعرك زي هكرا كيطلعتين تغسليه بالبلاتين الآن الابليكاسيون بتاع البلاتين الاحترافية في كل صالونة الحلاقة اللي يختموا فيها هي أنه تجيبي البلاتين عفونا السيلفر تحطيه على الشعر تحكمي تحلي فيدك وتحطيه على الشعر وتخليه يكتيفي خمسة دقايق ما تروحيش تراغونيها ري كانها غلطة علش ما يطلع لكمش البلاتين ما تروحيش تراغوني انا كي قريت عند الاخت كانت تنفذ لنا زي هكك تحطي الشعر تاعك على هالبلاتين ثم تمشيه وتخليه خمسة دقايق تحسبيله بالوقت باش ما يزرق الشي كليماش ولا يولي الكليماش جري بعدها واش نديره نبدو الراغون وفيه في الشعر والراقبه يتحول مباشرة إلى لون أبيض لتديري له سبغة لتديري له حتى حاجة فقط وقتاش تديري له السبغة يا أختي نهار اللي تحبي شوفي هنا الماش هذي نهار اللي تحبي شوفي الماش اللي في الوسط إن شاء الله يعني الإضاءة رهي أحيانا تاع البرتابل شوفي هنا الماش هذي في الوسط لأنها بلاتينية نهار اللي تحبيه يولي أبيض لؤلؤي وش تديري تحطي عليه رقم خمسة وعشر شوفي اللون شوفي اللون كيف طالع كي تديري له رقم خمسة وعشر في لوريات ولا عشرة نقطة سفر في أندريا ولا رقم عشرة في أي ترقيم دولي هنا سبغة راكت حصلتي على البلاتين تاعك هذا هو السر وكاين سر أخر من الأسرار تاع البلاتين طبعا للمبتدئات ما نحكيش على البنات اللي خلاص رمعدوا يعافوا يصبغوا وحدهم وديروا لي ماش وكامل من أسرار البلاتين أنه من أروع لماش اللي تقدري تبدلها كل سمعنا مثلا أن السمعنا هذي نهز تيوب كاملا رقم عشر بون صفر نهز منها نصف فقط ونهز معاها مغرفة صغيرة ثمانية بون واحدة أكسيدان نهز منها شوي شون بون ما والرغوة شعري هذك اللي فيه لماش بلاتين مانيش يحكي على الأصفر وش يرجع يا البنات يرجع لي بلاتين نخضر يهبل حبيته يرجع لي غري نهز نقطة من رقم واحد في أي ماركة اللي هو الأسود الغرابي معا شوي شون بون نفس الشي والرغوة يخرج لي رمادي وهي ماشية يعني تقدري تغيريني ماش تاكتها البلاتين كما تحبي عكس الأصفر الأصفر راهو ديما تقدري تكليرسيه الأصفر وشي الميزة تعوي أنه تكليرسيه فقط رح ندير لكم إن شاء الله فيديو عليه حتى هو كان هذا هو فيديو اليوم على البلاتين وإن شاء الله بمجرد ما يطلع لك اللون الأصفر بنان في شعرك تروحي تجيبي الوحدة تاك اللي هو الشون بوان تاك السيلفر يتبيع بلا دوز يتبيع فيه الكوسميتيك تبليكي على شعرك تغسلي طبعا اللي ماش تبليكي على شعرك وترقبيه خمسة دقائق ومبعد تبدي ترغوني 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 سيبا تحصلتي على البلاتين حكا بلاتين إذا حبيتيه لؤلؤي إذا حبيتيه باش تحطي لي ميرونج رهم في القناة إذا حبيتيه رملي نفس الشي يعني لي ماش بلاتين رهم نعمة تقدري كل سمعنا تديري وش تحبي كان هذا هو فيديو اليوم اللي طلبتوها للبلاتين أتمنى يعجبكم يا لبناء تهلو فرواحكم والسلام عليكم